السلام عليكم السلام عليكم في الدرس الماضي كنا اخذنا القوميات ومشابه وكنا اخذين انار وبهذا الدرس راح نتعلم اسماء الدول واللغات والقوميات اولكا ديل بلجسي طبعا قواعد هذا الموضوع بشمال قواعد ديل بلجسي القواعد اولكا دولة او بلد مليات قومية ديل اضلر اسماء اذا هكذا اصدقائي تركيا اذا قلت تركيا يعني اسم الدولة تركيا لنقرب تركيا يعني دولة ترك او تركيالي نقوله بن تركم او تركياليم المتداول هو ترك المتداول هو ترك ولكن اذا انت غريب بدك تقول هاد الشخص من تركيا بتقول تركيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي قومية ودي اللغة المانية دولة المان أو المانية للقوبيات نستخدم ألمان المانية من المانية المان جال لغة المانية أرنوط لك البانية الدولة أرنوط أو أرنوط لك لو نقول لقوميته للشخص هو أرنوط الباني أرنوط لك لو بتصير من البانيا قلدي قائلة معلوماتكم اللي بيجي بنهاية لولي لولي يعني بتصير هو ألباني مثلا ولكن بتصير هون إذا ما في مثلا إذا ما موجود غير فقط في الكتاب هون أرنامو طلق له هي بمعنى ألباني ولكن إذا بتنقال بشكلين فأول واحد بيكون العرق هو القومية والتانية بيكون من يعني أي دولة إذا وضعنا لها أي دولة إذا وضعنا لها حسب التناسق الصوتي ل لي لو لو شو بتصير بتصير صفة البعض يعني مثلا سوريا دولة سوريا هي دولة شوفوا سوريا سوريا دولة إذا قلنا سوريا لي بتصير سوري سوريا لي أو من سوريا فإذن هكذا نقول الكلمات حسب التناسق الصوتي ولكن المفروض أنه تعرفوا أصدقاء التصريف فلازم يقول إذا بدأ يقول أنا سوريا بقول بان سوريا لي هاي وحطيت الصفة هون سوريا لي يم بان سوريا لي سوريا لي هيك أصدقائي هكذا بسأل سوريا وضعنا لها قلنا لي هون حسب التناسق الصوتي ويجب أن تعرفوا دائما أصدقائي التصريف فبدون تصريف ما بصير الواحد يتعلم لغة كتير صعب بيحكي ناقص وما بيدري على حاله فأي صفة بتتعلمها لازم تعرف الصرفة بان سوريا ليم أنا سوري سانoccوريلي سن هو سوري و erm سان구�اي لسن أنت سوري عفوا سانب سوريا لي سن أنت سوري و سوري لي هو سوري بالسوريياليئز نحن سوريين سيز سورييالي سنز هنا seas سورييالي سنز انتم سورييون ان لار سوريالي او نضع هون كمان شو بنضع نضع اللار اذا بدنا نقول بصيغة الجمع ان لار سوريالي لار واذا كان الشخص مثلا من المغرب اذا بدنا نقول نقوله فاص واذا كان من مصر 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 ل هكذا مسلا بناء التصريف فاصل يم يتي ليم هون ل تأتي اليه هنا فاصل يم فاصلسن يعني سن فاصلسن او فاصل بيز فاصل Leyز سيز فاصلسن الز ان لار فاصل الله لو كان مصري بان مصر ليم نقول نضع اللي ايضا سن مصرلسن او مصر لي بيز مصر ليز سيز مصرلسن الز ان لار مصر لılar إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة إذا انتبعت المصري والمغربي والسوري هنا هم عرب فإذن مثل ما قلنا اللاليلولو اللي كنا عم نحكي عنه قبل بشوي اللاليلولو هي تعني من مصر فاللاليلولو هون هاي تعني من مصر إذا كان الشخص عنده دولة ولكن قوميته مختلفة عن دولته مثل مصري ولكن عربي سوري ولكن عربي وما شابه لنرجع لموضوعنا جورجستان جورجيا جورج يعني جورجي يعني هذا الشخص قوميته جورجي إذا قلت جورجستان من جورجيا بتصير جورججا اللغة الجورجية جابونيا اليابان جابون ياباني جابونيا من اليابان وممكن نقول يعني قصدنا فيها بس الأفضل نقول جابون يعني ياباني جابون ياله من اليابان جابون جا اللغة اليابانية روسيا دولة روسيا روس روسي روسي ياله بتصير من روسيا أصدقائي روس جا اللغة الروسية مكدونيا مكدونيا مكدون القومية أو مكدون ياله من مكدونيا مكدون جا اللغة المكدونية مصر مصر مثل ما كنا من شوي شوفوا القومية عرب مليات يعني قوميته عرب ولكن الدولة مصر من مصر أصلا أصبحت هنا لغة عرب جا فلسطين فلسطين أيضا عرب ولكن فلسطين لي بتصير من فلسطين عرب جا اللغة العربية كازاك كازاخي تركي كازاخي كازاك بتصير كمان بمعنى تركي هنا كازاكستان كازاك لأن الكازاخ أتراك كازاكستان من كازاخستان كازاكتا اللهجة التركية الكازاخية يعني يونانستان اليونان دولة يونان يوناني يونانستان من اليونان يونانجا اللغة اليونانية بلغاري 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 بلغ إنجليز جا اللغة الإنجليزية إسبانيا إسبانيول إسباني إسباني اللغة القومية إسباني إسبانيا من إطاليا اللغة الإيطالية هي قوميتو إطاليالي من إطاليا إطاليانجا اللغة الإطالية ABD يعني Amerika Birleşik Devletleri الولايات المتحدة الأمركية Amerikan أمركي أمركال نقول من أمركا اللغة إجليزية Hollاندا Hollاندي Hollandalı طبعا هون Hollاندي بمعنى شوفوا هون ما في عرق تاني بس من قوله Hollandalı فيهك أشياء اللغة Flamanca أو Hollanda Flamanca أو Hollanda Çin الصين Çinli شوفوا هون Çinli ما في غيرة ما في نقول أو Çin ما بتزبط أصلا ما منقول باللغة التركية فاللليلولو استخدمت هون بمعنى القومية والHollandalı أيضا بمعنى القومية اللليلولو اللي كانت قبل شوي بتصير بمعنى صفة هون صارت عرق صفة ولكن Çin جاء اللغة الصينية Pakistan 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 يعني من Pakistan أو Pakistan أردجا اللغة الأردية برزيليا البرازيل برزيليا ل بورتكيزجا بيحكو برازيلي أيضا بورتكيزجا اللغة البرتغالية البرتغالية قال قال دل أضي يبماك ايشن دل أضي يبماك ايشن يعني كي نصنع كلمة لغة نضع الجاء والجاء أصدقائي جاء وجاء نضعوا الجاء هنا مثل أراب أراب شوفوا أراب صفة عربي أراب صفة يعني ما في شي اسمه أراب ما في شي لمعلوماتكن إذا نريدوا أن نضع سنضع جاء والجاء إذا منتهي بالفستكتشهب بو إيك قال إن هذه اللحقة جاء والجاء إذا انتهت بالش بحرف والف واله والك والب والس والش والت اللي بنعرفها فستكتشهب القاعدة هاي بهدول الأحرف فيجب أن نضع شوفوا البي اه تي هي بي موجودة البي هون فيجب أن نضع هنا جاء بدل الجاء فنقولوا أراب جاء اللغة العربية اللغة العربية مثلا شوفوا إنجليز الإنجليز هي قومية مثلا من القومية بتصير لغة إنجليز إذا قلنا بتصير إنجليزي أي بريطاني إذا وضعنا لها لازم نوضع شو من هون يا جاء يا جاء يا جاء يا جاء أيهو مناسب المناسب إذا ما في أحرف جاء في هي إلى آخر هي شو منقول منقول إنجليز جاء فصارت اللغة الإنجليزية هكذا أصدقائي يعني ننسى نكتب ملاحظة إذا فيه في استكتجها بيجي وزا ما فيه وشوفوا فيكم هون اطلعوا على هون مثلا أراب شوفوا كزاك حتى موجودة ك هون فصارت كزاك الكزاك كانت شو الكزاك كزاكي كزاك اللغة الكزاكية اللغة اللهجة التركية مثل ما قلنا ترك تركي شوفوا ترك وضعنا لها تشاك صارت اللغة التركية هنا ألمان ألمان شوفوا ألمان ألماني وضعنا تشاك صارت اللغة الألمانية أرنوط منتهية بالت أيضا أين الت ك بآخر شيء فإذا صارت أرنوط وما شابه أصدقائي هكذا ولكن يجب أن لا ننسى أن نصرف الصفة الشخص إذا سوري أو مصري أو لبناني أو ما شابه فنضع اللغ لي لولو ومن ثم الأم أم أو ما شابه واللي ما بيعرف بيصرف يجيب أي شيء مثلا كلمة لبنان لبنان لنفرض لب نان نضع لبنان صارت لبناني ويصرف لازم ترجعوا على الصفحة 32 اللي بيكون فيها جدول 32 33 كانت بالكتاب وتصرفوها حسب الجداول بنصحكم تصرفوا أي شيء منتهي باللول لولو لكل الضمائر هيك بتتعلموه بسرعة أصدقائي الآن هنجسي دورو إشارة ليلم قال أيهما صح لنؤشر لنؤشر أيهما صح نصل يوجد عندنا إسبانيا هنا في عنا كلمة إسبانيا يعني الدولة ويوجد إسبانيا جا وإسبانيول جا إذا انتهت بتجا وإجا كنا حاكينا اللغة من شوي شو منحط الله جا جا أو تشا فالمقصود هنا طالب مننا اللغة الإسبانية كيف منقولها فيكن تطلعوا لهون ولنحلهم مع بعض مثلا ماذا نقول إسبانيا اللغة إسبانيول جا أصدقائي إسبانيول جا شوفوا إسبانيا اللغة شوفوا هون ديل إسبانيول جا فاللغة الإسبانية فإذا ما منقول إسبانيا جا هذا غلط إسبانيول جا وبيجي بالامتحانات بالتمارين كتير هيك أسئلة روسيا الدولة روس شا ولا روس يا ترى منقول روس شا ولا نطلع لهون شو كاتبين شو كاتبين أكيد هي روس شا ولكن ناردة روس شوفوا روس شا 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 اللغة ديل روس شا فإذا فيكن تطلع أصدقائي روس شا إنجلترا صارت اللغة روسية روس شا إنجلترا إنجلترا إنجليز شا أو إنجليز شا شو كنا حكينا من شوية إذا منتهي بغير الأحرف الفستك شا بنضاع جا و الجا أما إذا في وحدة من هدول بنحط تشا و الجا فيجب أن نقول إنجليز منتهية بحرف ز فنضاع نقول تشين شا أو تشين جا تشين هي شوفوا منتهي بالنية ما في في الحروف هدول الثمانية فمنضاع جا نقول تشين جا اللغة الصينية ألمانيا دولة ألمان جا أو ألمانيا جا أكيد ما شو منحط جا مباشرة المان جا اللغة الألمانية عراق العراق عراق منتهي بحرف ك شوفوا هون حرف ك ك موجود فانا قد حط شا هون شو بتصير اللغة عراق شا ما بصير طبعا اللي بتكلموها منطقيا العراقيين هي عربية وليس عراقية عراق شا ما بصير عرب شا اللغة العربية فرنسا فرنسا فرنسزجا ولا فرنسا جا اكيد فرنسز فرنسز جا شوفوا فرنسز وضعنا لجا صارت اللغة ديل فرنسز جا بريزيليا البرازيل بورتكيز جا وبرزيليا جا اللغة شو كانت بالبرازيل اذا ما بتعرفو بورتكيز جا فنقولو بورتكيز جا ما في لغة بريزيليا جا فنقولو بورتكيز جا جابونيا اليابان جابون جا ولا جابون جا جابونيا منتهي منتهي بالا يعني مباشرة منحط جا جا هون جابونيا جا ما بصير منحط جابون جا جاپونجا لأنه تجي عصيفة جاو جا أمريكا أمريكانجا ما بصير اللغة إنجليزية اوات شمدي هنا يوجد كلمات ماذا يوجد مليات أدلارن يظلم قال لي نكتب أسماء القوميات إطاليا إطاليا شو بتكون إطاليا إطاليان إطاليان شفو روسيا والروسيا هون كانت ناردة روسيا شفو الطالب من إنه هو مليات فنضع الروس وليس الروسيال يعني ممكن نصي الروسيال بس الروس أصح إطاليال شفو إطاليال هواين إطاليا همان باقلن إطاليان أو إطاليال نضع الإطاليان أفضل كنا حاكين إن القوميات بيجيك فرنسا فرنسا ماذا يأتيها يتحا فرنسا نقول فرنسز فرانسي إطاليا نقول إطاليان أردن 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 عربي جورجين جورجيا نقول ماذا نقول جورجو جورجو جورجي يعني من جورجا پاكستان شمقل Evet Gürcistan Gürcü Pakistan نقل Pakistanlı Hollanda Hollandalı Hollendi Yunanistan Yunani Yunan نقل Yunani Yunan ببعنى Norvej Norvejli من Norvej من Norvej İranlı İrani وحيانا بقول Pers Persli طبعا انتعرف İranlı Evet arkadaşlar يوجد هنا قسم ال konuşma المحادثة aşağıdaki soruları arkadaşlarımıza soralım قال لنسأل أصدقاؤنا أسئلة أنا diliniz ما هي لغتكم الأم يعني شو هي لغتك الأم اذا كانت لغتك عربية ماذا تقول اذا كانت عربية تقول عربية عربية تقول benim أنا dilim عربية طبعا المفروض هون شنو اكتب اذا كانت لغتك الأم تقول benim أنا dilim عربية أنا لغت الأم عربية وذا كانت فارسية benim أنا dilim فارس وذا كانت فرنسية فرنس وما شابه إلى آخره benim أنا dilim بالضل سابتي أنا لغت الأم كذا 2 أنا dilim هنگ ديلا بنز ترك 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 يسألك هل لغتك الأم أي لغة تشبه يعني لغتك الأم أي لغة بتعرف اللغات بشبه بعض في لغات ولن جزر أنا dilim هنگ ديلا ترك 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 فاللغة العربية ما تشبه مثلا أنا diliniz hangi dile benziyor تكول هل تشبه اللغة ترك تكول لا hayır لا ترك 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 تشبه اللغة ترك ترك تشبه اللغة العربية إبرا نجد ترك ترك إبرا نجد كما تشبه لغة أجنبي تعريف كما تشبه لغة أجنبي تعريف لغة تكول تشبه دillerي شورم أيضا هل تعلم اللغة الأجنبية صعب تقول أبت زور أو هاير زور ديل أبت هكذا أصدقائي تعالوا لنأخذ كلمة جديدة قبل أن ننهي الدرس عندنا في اللغة التركية كلمة وطنداش الوطنداش يعني مواطن مواطن وطنداش الوطنداش لك هي الجنسية الجنسية يعني الجنسية التركية أو الجنسية مثلا المصرية ومشارعه أما كلمة جنسية أصدقائي لا تستخدم بمعنى الجنسية في اللغة التركية بل تستخدم بمعنى أنس أم ذكر يعني إذا قال جنسيات لا تستخدم بمعنى الوطنداش لك الوطنداش لك هي الجنسية يعني إذا قلت أخذت جنسية تركية مثلا أخذت الجنسية التركية هاي الغ تعريف هون بعدين رح ناخد بالكتاب إن شاء الله والمضاف إليه بالموضوع ترك وطندشل ألدم أخذت الجنسية تركية إذا أخذت بقول لك هيرل أولسون أي شيء تعطيهون تكتبهون أمريكان وطندشل بتصير جنسية أمريكية ألمان وطندشل بتصير بهذا المعنى أصدقائي ويوجد عندنا كلمة إيقامة جاه الإقامة يعني الإقامة يعني بنقول أترم إذني إذن سكن بمكان إقامة جاه إقامة جاه ألدم فيك تقول إقامة جاه أمت أرقدشلار رسمي بلغلار الأوراق الرسمية مثلا إذا قلنا بلغة هي وثيقة أو وثائق بلغة بلغلار وثائق رسمي بلغلار الوثائق الرسمية جريش تاريهي تاريخ الدخول مثلا إلى تركيا تركيا جريش تاريهي دخول تكش تاريهي تاريخ الخروج أمت أرقدشلار Gelecek ders إن شاء الله سنأخوذ موضوع قسم 4. C إن شاء الله و سنأخوذ موضوعه نبتمنى تقره هذا بساطة عالي بالبيت. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Gelecek ders görüşmek dileğiyle.